ترند في كلمة أو كلمة في ترند كلمة في ترند بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تصلي عن نبي طب زيد النبي صلى نحن أمام محاكمة رجل دعا إلى الله وقال أنا من المسلمين مر أكتر من أسبوعين على محاكمة الشيخ محمد يعقوب ورغم أن المحكمة التي استدعته للشهادة بدت كأنها تحاكمه لكنها وفرت له الاحترام أثناء هذا المشهد المراد به محاكمة وتدمير كل رمز ديني ظهر في مصر أمام الناس على الشاشات يذكر ويذكر بالله ورسوله كان المراد من هذه المحاكمة تشتيت تركيز الناس عن الأحكام بالإعدامات اللي حكمت على 12 من رجال وعلماء مصر الطيبين المخلصين الداعين إلى الله المدافعين عن حريات البشر عن حرية حضرتك الشيخ صفة حجازي الدكتور محمد البلتاجي وأصحابهم 12 من العلماء تم الحكم عليهم بالإعدام وحضرتك بتتفرج ولا انتهنة هذه المحكمة عقدت في اليوم التالي فحصدت ما أراد لها من رتب التواريخ خدت انتباه الناس للمنطقة اللي هم عايزينها اتهام أهل العلم بالإرهاب ثم إظهار الشيخ محمد حسين يعقوب بصورة الشيخ المهتز الضعيف ثم إثارة الجدل بين الطرفين مع أو ضد الشيخ وهذه عقلية عقلية منظم مباريات كرة قدم في ليالي رمضان مش واحد كبير أو منظم مباريات كرة قدم في دور الهوا مش واحد محترف وقد حدث ما أراده لأننا نحن الذين نشاهد ونتابع مجرد هوا احنا مش محترفين رغم ان داءوا على رؤوسنا بطبول كتير جدا لأننا كلنا هوا ومن يدير المشهد يحاول أن يكون محترفا في التلاعب بعقول الشعب المصري والعربي ولا تشغل بالك بمن يدعون أنهم نخب لأنهم أيضا يلعب بهم كرة قدم أثناء هذه المباراة تحول ظهور الشيخ محمد حسين يعقوب في المحكمة إلى مهزلة يحاكم بها كل سنت يعبر عن شكل الشيخ المسلم الشيخ المسلم تحديدا مش أي رجل دين تاني وطبعا يعني ما جرى على مدار الساعة وأكثر قليلا من شهادة حسين يعقوب أمام مستشار الجليل محمد الشربيني يعني حدث مهم للغاية ووقفة تاريخية شديدة ومهمة ومفصلية يا سلام المستشار الجليل بدأ السرك والبهلوانات اللي بيلعبوا على الحبال المتحزلقين المتفلسفين الذين قد فضحوا وفضحت عوراتهم وفضحت كل نواياهم إبراهيم عيسى خلال السنوات السابعة التي مضت فضحت نواياه فضيحة كاملة ما يغرش حضرتك بقى الكلام بتاع الودة بقى أحملاته وأستك منه فيه ده الودة طلع من العيال المشبوهة المشوهة عقولهم ونفسهم وقد ينطبق عليه ما قلناه على الشيخ البلبوس خالد الجندي حضرتك هجيت شفت الحلقة دي وشفت وقلنا على خالد الجندي أنه بلبوس الذي ضربوه على مؤخرته لمؤخذة في أمن الدولة وبعد ما ضرب أقر بكل شيء وأصبح في إيديهم زي العجينة في إيد الستة الطيبة اللي بتطبخ رغيف بس الرغيف فيه خير عن خالد الجندي وعن إبراهيم عيسى المفضوح مفضوح 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 يا ولدي على رأي عبد الحليم حافظ والنظار قباني وعلاقته بالمخابرات قبل ما يضرب وبعد ما ضرب على مؤخرته معروفة جدا ومنشورة جدا واللي يبحث يلاقيها وعملنا حلقة عنه بالفعل في بورتريه من كذا سنة وجبنا شهادة المدعو مصطفى بكري ابن الكلاف الذي شاركه في مسحة أحزية الأمن الواد أبو أستك من نفيه المدعو إبراهيم عيسى يذكر الشيخ الجليل الشيخ محمد حسين يعقوب بيذكره حاف دون ما لقب ما بيقولش عليه الشيخ لكن بيقول على القاضي اللي في إيده الحبل بقى ممكن يلسعه حكم بيقول المستشار الجليل راحت فين الشجاعة يخله ولا العلقة اللي خدتها في مكاتب الأمن علمتك الأدب ما علينا من اللي حصله أثناء التحقيق معاه لأن انتماءه للشيعة انكشف من خلال تشويهه للصحابة الأجلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم رضوان الله وانتماءه للمحفل الماسوني انكشف في الدراما اللي كتبها بفيلمين لتشويه الإسلام وشيوخ الإسلام وتبجيل القساوسة حاجة كده حضرتك ملغبطة حاجة بعيد عنك تقرف وجر مما ارتكبته السلفية ممثلة في أحد ممثليها ورموزها وهو محمد حسين يعقوب الرجل الذي يعني يمكن أن نقول بأمانة شديدة أنه كان أكثر الشخصيات إخلاصا في تقديم عار السلفين في مصر أظن يكفي جدا تشوف كام ثانية من كلام الواد أبو أستج ده أبو أستج منه فيه على رأي سعيد صالح الله يرحمه اللي تعلق في أمن الدولة بلبوس مع خالد الجندي حتى تعرف مدى استخدامه لتشويه كل رمز يدعو إلى الله ورسوله لعلنا جميعا لا نعرف حتى معنى السلفية التي تكلم عنها هذا البلبوس أبو أستج منه فيه المفضوح في ضيحة المطاهر في المولد لكن ما نعرفه عن السلف والسلفية أنهم هم الأناس الصالحون الذين حرصوا على نقل سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته الصحابة ثم انتقلت بعد ذلك السنة الشريفة المشرفة إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين ثم إلى أهل العلم الذين كانوا حرصين وما زالوا على أن يكون الإسلام كما نزل على سيدنا محمد وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتصلي عن نبي والسلف هم الأجيال الزناسة الخيرين الصحابة والتابعين وأتماع التابعين هؤلاء هم السلف جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل تابع التابعين فهل يمكن أن يخطئ مسلم في معنى ومفهوم السلف هل يمكن لمسلم صحيح الإسلام أن يخطئ في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنه وأرضاه وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا إلا إن كان كاذبا منافقا يدعي الإسلام كاذبا وهو من المنافقين الكارهين لهذا الدين الإسلام شوف كده حضرتك هذا المتخفي خلف صورة الإعلام المثقف المتفزلك المتحزلق وما هو إلا من الكارهين للإسلام والمسلمين شوف وحكم ده الفكر السلف إيه الفكر السلف زي ما أقولك إيه اللي عمله زي ما أقولك هو تسميم المجتمع تسميم المجتمع بتكفيره طيب سمم الله فكرك وجسدك وجسد كل معادي للإسلام ولسلفية الإسلام الصحيحة الداعية إلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو ده إعلام الخراب اللي بيشتغل لتدمير عقلك ودينك وعقدتك فهل أنت منقاد وراءهم هل أنت متأثر بعملاء الأمن على الشاشات القابدين الملايين من سويرس والكنيسة أو من إيران أو من ابن زايد شيطان العرب الأصغر من أنت أيها السيد ومن تتبع وخلف من تسير يبقى الواجل بلبوس أبو أستك منه فيه اتكلم عن مشهد تشويه الشيخ يعقوب بعد ساعة واحدة من مشهد المحاكمة إياه لما عرد على الناس ولا يمكن أن يتحقق مشهد تشويه الإسلام ورموز الإسلام حتى وإن كانوا من أهل الدعوة وليسوا من أهل العلم إلا بعد ما يدخل وراه على طول أحمد جموسة وعمر غير الأديب لازم يخشوا على الخط عشان صورة التشويه تكمل اللي حصل في المحكمة في قضية دواعش إمبابة والشيخ يعقوب هي خدعة هذا الرجل لم يكن يقول الحق وهذا الرجل لم يقصد ما يقول والناس كمان معلش دي حداي أكتر الناس اللي هللت وقالت شفته الراجل تراجع لا هو ما تراجعش كان يراد بالشيخ يعقوب أن يسقط ولكنه لم يسقط طلع في نفس الليلة هذا الأقرع المضروب على قفاه من سيده وولي نعمته تركي آل شيخ اللي ضربوا على قفاه وقبضوا الملايين وقال إن الشيخ يعقوب ما تراجعش نعم لم يتراجع عن إيه بقى ما تراجعش يا سيد هل تراجع عن إنه كان داعي إلى الله بالكلمة الطيبة ولم يدعو لغيرها وكان أكثر الناس طلبا للناس أن يعودوا إلى عبادات الله الصلاة الصوم الذكر إذا كانوا لا يصلون فليصلوا إلا هو في حد فعلا مسلم لا يصلي إزاي ده هل أنكر الشيخ يعقوب في هذه المحكمة المحاكمة المفتعلة إنه سلفي وإنه بيتبع أهل السلف هل أنكر هذا حقا؟ معنى كلام قدرتك أنت مسلم قبل أن تكون أي شيء إذا أن أحد قال إن أنا سلفي هو يقول لكن أنا ما بقولش إن أنا سلفي أنا سلفي يبقى الشيخ محمد حسين يعقوب لم ينكر هو نفسه يقول وبوضوح أمام هذا القادة الذي أراد أن يستدربه بيقول وبوضوح الكلمات أنه سلفي يتبع السلف الصالح ويدعو إلى الإسلام بل يدعو الناس تحديدا إلى العودة إلى الله بالعبادات التي أمرنا الله بها ورسوله وقد تركها كثير من المسلمين وهم مسلمون فقط بالإسم هذا ما أراد أن يقوله الشيخ يعقوب في المحكمة التي جاء بها شاهدا فتحولت إلى محاكمة له فجعلت بإذن الله تعالى نصرة لهذا الرجل الذي بلغ من العمر خمسة وستين عام ولم يكن يلوي على شيء وهو يدعو إلى الله إلا أن يحبب الناس في الإسلام فهو لم يدعي أبدا أنه عالم ولكنه دائما كان يظهر ويقول أنا لا أفتي أنا أدعو إلى الله هذا الرجل كان من نوعية الدعاء الذين يعملوا على ترقيق القلوب الشيخ يعقوب في المحكمة رغم حالة الرهبة التي كان يمر بها وهي حقيقية وهل يستطيع أحد الآن أن لا يشعر بهذه الرهبة بعد هذه الأحكام بالإعدامات الموجهة فقط إلى علماء المسلمين في مصر هل يوجد من يدخل محكمة كهذه في قضية كهذه قضية داعش إمبابة ويظن في نفسه أنه سوف يخرج سالما يا أيها الناس اعدلوا هو أقرب للتقوى في من يتفقون معا يعني أنا حين أتكلم عن لماذا لا تصلي أنت لا تصليش به دفع عن ناسا كثيرين إلى الصلاة لأنهم حل عندهم إشكالات كثيرة في الطريقة العامية أنا أتكلم بالدهجة العامية بادما تأثير يعقوب والذي ظهره حول يعقوب في هذه الفترة كان تأثير في اتجاه ترقيق القلوب هذه الفترة اللي ظهر فيها يعقوب وهو بدأ يدعو إلى الله من سنة 78 هذه الفترة كانت فترة ما بعد حكم عبد الناصر العسكر الذين غيبوا الإسلام والذين قتلوا المسلمين والذين أعدموا سيد قب ومن معه والذين أعدموا القادي الجليل الذي قال لعبد الناصر أنت لست مسلما إذن أيها السادة جاء يعقوب بعد فترة انقطاع للدعوة الإسلامية ومحاربة الإسلام والمسلمين من خلال الشيوعية والاشتراكية بالمهلبية اللي جاء بها عبد الناصر الشيخ يعقوب هنا يقول أنه كان يدعو الناس إلى الصلاة فهل دعوة المسلمين للعودة إلى دينهم بالصلاة جريمة هل تذكير المسلم بالصلاة جريمة بل هل تذكير حضرتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعد جريمة هكذا سؤل الشيخ يعقوب في المحكمة أنت بتبدأ كلامك بالصلاة عن النبي ليه هل هذا سؤال أيها القاضي المسلم ما تصالي عن نبي وما هو سبب استهلال أحبوب وعلم السيد إلى الله ما هو سبب استهلال أحاديثك دائما بالصلاة على النبي استهلال حديثك دائما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون تفكير دون ارتباك دون استحضار للكلمات بحب النبي دي كفاية سؤال في غير محله ولا موضعه وإجابة تلقائية في محلها وموضعها يحب النبي المرء الذي يحب أحد يحشر معه المرء مع من أحب هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنت سوف تحشر يا شيخ يعقوب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبشرك أنك ستحشر مع النبي بإذن الله الذي أحببته والذي لم تتجلجل أو تتلجلج وأنت تقول بالفم المليان أمام قادي يريد أن يسقطك في الخية بحب النبي هل يسأل هذا؟ هذا السؤال استحضر عندي حالة السؤال الذي طرح على بلال رضي الله عليه حينما كان أسفل الصخرة ينام في الحر الشديد ويدرب بالصياط ويعذب تعذيب شديد لماذا تتبع محمد؟ فقال لأني أحبه لأنه النبي الرسول قال له أكفر به نعطقك من العذاب فقال أحد أحد ما أشبه اليوم بالبارحة هذا ما رأيته في هذا السؤال من هذا القاضي إلى هذا الشيخ في هذا المشهد المفتعل الشيخ محمد حسين يعقوب يسأل عن سبب إسلامه وسبب إيمانه وسبب دعوته وسبب حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي دولة تلك وأي محكمة تلك؟ أقول هذا مع قناعة التامة أن القاضي كان في نفسه وذاته وضميره يحترم الشيخ يعقوب قال إن القاضي الأيمن الذي لم يسأل إلا سؤالا واحدا للشيخ يعقوب كان يسأل ووجهه ينم عن الحب لهذا الشيخ ما أجمل أصحاب البشرة الصمراء حين يؤمنوا بالله قاضي اليمين كان رؤوفا بالشيخ يعقوب وقاضي الشمال كان مشغول باللعب في تليفونه المحمول لعله كان بيسأل المدام حضرتلنا إيه على الغدى يا مدام قبل ما نحكم على دول بالإعدام أما القاضي محمد الشبراوي فكان يريد أن يوقع الشيخ يعقوب في المحزور ولكن بأدب فلم يتجاوز مع الشيخ يعقوب أبدا ولو مرة واحدة فهل كان مشايخ الطرف الذي ينتمي إليه الشيخ يعقوب هل كانوا رحماء على الشيخ يعقوب أرحم من هذا القاضي فالنصيحة إلى الشيخ أن يخرج ويتحدث ويتكلم ويجيب عن الأسئلة التي قال عنها لا أعلم فعنده وقت يستطيع أن يبحث عن هذه الإجابات لهذه الأسئلة ويخرج بشخصه ويتكلم على برامج التواصل الاجتماعي على الأقل إن لم تكن فيه قناة من القنوات التي كان يخرج فيها ويتكلم عن هذه الإجابات ويجيب عن هذه الأسئلة التي قال عنها لا أدري هذا بقى الشيخ الظريف اللطيف اللي أنا معرفوش أبو ليحيا وغطرة بتاعة السعودية خرج يوجه نصيحة للشيخ يعقوب جميل جميل طبعا جميل جدا وما له نصيحة حلو وحد يقرأ بيوجه لنا هذه النصيحة أو بيوجه هالو منين؟ من بره طبعا من التراوة في التكيفات في المكان اللي عايش فيه محميه في التكيفات اللي بتحميه من حر الخليج ودنانير ودينارات وريالات الخليج اللي حضرته عايش فيها وبيقدم النصيحة وهو في التراوة بينصرح الشيخ يعقوب اللي كان تحت المقصلة وقال لا أدري قال لا أدري فمن قال لا أدري فقد أفتى كما قال الشافعي عليه رحمة الله قال لا أدري عن إيه؟ أوريك كده يا شيخ يا لطيف يا ظريف يا بودم خفيف شوف كده ويركن على جنب شوية لأن الدنيا الحقيقة مش ناقصة ومش مستحملة ناس توجه نصايح وهي قاعدة في التراوة شوفت بقى يا سيد أولا خليني أقولك وإن كان الكلام ده متأخر شويتين يعني أنا لست من مريد الشيخ يعقوب بل إني ممن هاجم الشيخ يعقوب بعد أن شاهدت بعض المقاطع ولم أشاهد أو لم أكن من أشاهد وقتها المشاهد كلها بتاعت المحكمة وكنت منفعل جدا للأحكام التي صدرت في حق إخواتي صفت حجازي ومحمد البلتاجي وباقي الناس الذين حكم عليهم بالإعدام كنت منفعل جدا وطلعت عملت فيديو وكنت أهاجم فيه الشيخ يعقوب ولكن وبعد ما شوفت المحكمة ووزنتها وحللتها كمتخصص في الأداء وفي الدراما عرفت إن اللي حاصل ده كله كان ضغط على هذا الرجل وهذا مشهد كان يراد به تدمير صمعة وشكل ليس يعقوب فقط شيخنا ولكن أيضا كل المشايخ وكل من يدعونا إلى الله لما قلت ده ولما عملت ده طلعت مباشرة بعدها بعد ما عرفت واعتذرت للشيخ يعقوب وقدمت عذري أيضا إلى الله سبحانه وتعالى لعله يتقبل مني وهذا دايدا من يحكم بغير علم فأنا كنت ممن حكم على الشيخ يعقوب بغير علم ثم السؤال هنا عن تنظيم القاعدة بيسأله عن تنظيم القاعدة وكان مطلوب بقى من الشيخ يعقوب يجيب ويقول إن تنظيم القاعدة فيه كيت وكيت ولما يقول كده بتوع تنظيم القاعدة يعودوله والمقطع ده يتقطع ويروح ويتسوق ويلف في الدنيا كلها آدي السلفي اللي بيتكلم عن تنظيم سلفي قال فيه كذا وكذا وكذا هو دا كان هدف السؤال في هذا المشهد ولأن الشيخ يعقوب عرف في هذه المحكمة تحديدا إنه مختار عشان يتم تسويق صورته وصورة المسلمين وهذا السمت من المشايخ فحط النفسه مصار ولم يخرج عنه وهو أن لا يخطئ في حق أحد لكن الأهم في هذا المقطع حضرتك من شهادة الشيخ المجبر عليها إنه قال أعرف كما تعرف وكان هنا بيوجه كلامه للقاضي بقول له أنا أعرف من الإعلام زي ما أنت بتعرف من الإعلام القاضي بقى رد الود إيه الرد السريع جدا أنا أرى أنا بشوفش الإعلام أنا ما باخدش معلمات من الإعلام بتاخدها من إيه يا حبيبي بتاخدها من أمن الدولة اللي بقول لك نفذ وقول وعمل ماشي قال لا أشاهد الإعلام فرد الشيخ يعقوب مباشرة في ثبات ووضوح بأنه هو أيضا لا يعرف ولا يشاهد ما دمت أنت لا تعرف أيها القاضي ولا تشاهد بتسألني بتستنكر ليه لما أنا بأنكر أنقر يبقى إحنا أمام فريقين أحدهم يريد من هذا الرجل الشيخ الذي تخطى 65 بقليل وبعد ليلة واحدة من الحكم بإعدام 12 من أصحاب العلم يريدون منه أن يلقي بنفسه إلى التهلكة المحققة ودول بقى حضرتك اللي المفروض زيه أو مسلمين زيه أو دعاء زيه وهؤلاء كانوا أكثر قصوة على محمد حسين يعقوب من الفريق الذي يعادي أي توجه أو أي شكل إسلامي في أرض الإسلام مصر فكيف لنا أن نستقيم كيف لنا أن ننتصر ونحن نتربص بعضنا ببعض كل مننا يتربص بأخيه فهل هذا الذي نفعله يجعلنا منتصر أن نأكل لحم أخينا ميتة اللي بيسموها شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب والله مصرحية مصرحية وأنا والله ما كنت أتمنى أن يختم حياته الدعوية بهذه المهزلة وهذه المصرحية السخيفة نعم مصرحية لأن القاضي العامل نفسه قاضي وما هو بقاضي ده جزمة من جزم السيسي نعم هي مصرحية نعم القاضي نفسه لا يملك من أمره شيء نعم الشيخ يعقوب قضى حياته في الدعوة كما قال بنفسه الشيخ وجدي غنيم لكن جانب الشيخ وجدي غنيم الصواب حين قال أن الشيخ يعقوب هو الذي اختار ختم حياته الدعوية بهذه المصرحية يا شيخ وجدي هل هو الذي طلب الذهاب إلى المحكمة حتى يجلي بشهادته يا شيخ وجدي هل هو الذي عرض خدماته بل هل حين سئل أجاب بما ليس حقيقياً اسمع بقى حضرتك يا شيخ وجدي وراجع الحتة دي مع نفسك وإن شاء الله تنصف الراجل تاني الشيخ حسن البنة بدايته يعني أنه هو ساعد ما أسقطه في الخلافة الإسلامية وهو عمل الجماعة دي لدعوة الناس وكميع الناس والبحث عن الموصول إلى اليوم عن اليوم أيو لعادة الخلافة جماعة الإخوان المسلمين حينما صقت في الدولة الإسلامية الكلافة أو الكلافة الإسلامية كام الشيخ حسن البنة ب seamless تأسيس هذه الجماعة للوصول إلى الضفل لدعوة الناس والوصول لدعوة الناس والوصول وإعادة الخلافة وصول إيه وإعادة الخلافة أي نعم هذا هو هل ارتجف هنا وهو يقول الحق وأن الحقيقة هي يا شيخ وجدي أن الشيخ المؤسس الشهيد حسن البان عليه رحمة الله حينما أسس جماعة الإخوان المسلمين أراد بها أن يعيد هذه الخلافة التي سقطت أو أسقطت بفعل فاعل سبع من هؤلاء الذين أسسوا جماعة الإخوان المسلمين اجتمعوا السبع على أن يعيدوا الخلافة مرة أخرى غاية وغايتهم وغايتنا هي الله ورسوله وإعادة الخلافة التي أسقطت بفعل فاعل الإنجليز والفرنسيين والصليبيين الذين أسقطوها 1917 117 الذين تجمعوا من كل بقاع الأرض كراهة للإسلام والمسلمين للقضاء على الإسلام والمسلمين بالقضاء على الخلافة الإسلامية أليس هدف الجماعة إلى اليوم هو إعادة الخلافة؟ وإن لم يكن هدفهم هذا فلماذا هي قائمة إلى اليوم؟ لماذا سجنوا وأعدموا ونهبت أموالهم وعذبوا وهجروا طوال 80 عام؟ نعم الشيخ الشهيد حسن البنة عليه رضوان الله كان هدفه الحكم إعادة الخلافة وحكم المسلم لأرض الإسلام ليس عيبا إنه هدف كل مسلم هدفي وهدفك إن كنت مسلما هو إعادة الخلافة الإسلامية حتى يجتمع المسلمون جميعا تحت راية واحدة في دولة واحدة خلافة واحدة تقام لتقيم العدل في الأرض ومن لا يحدث نفسه بهذا فليراجع إيمانه الشيخ يعقوب يمثل دور الداعية الجبان الخايف اللي برتعش ما عرفش ما شفتش مش فاكر إيه ده؟ الشيخ واجد غنيم أحد الدعاة المصريين الذين لا ينكر موهبتهم في الدعوة أحد وأنا أول الشاهدين بهذا الشيخ واجد غنيم من أكثر الدعاة المصريين الذين تحملوا في مقابل دعواتهم إلى الله تحمل الكثير الرجل فالرجل يعيش لأكثر من عشرين أو خمسة وعشرين سنة مهاجرا إلى الله لا يجد أرضا يقف عليها أو سماء يستظل بظلها إلا برحمة من الله وبحبل من العباد المحسنين المخلصين المحبين للإسلام والمسلمين فقد رحل هذا الرجل من نصر مطاردا من نظام مبارك رحل وارتحل إلى البحرين وقطر واليمن وجنوب إفريقيا وماليزيا بدون ترتيب بلاد كثيرة جدا رحل إليها الشيخ واجد غنيم هربا وفرارا بدينه ودعوته وعمره وحياته فالمسلم المؤمن ليس هو الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة ويظهر بصورة البطل وهو يعلم أن العاقبة هي الضمار أو القتل الشيخ واجد غنيم لم ينصف أحد الدعاء إلى الله وهو الشيخ محمد حسين يعقوب وهو أكثر الدعاء معرفة بالظلم وبالظالمين فهو هذا النظام الأمن الظالم الذي ظلمه هو الشيخ واجد غنيم يعرف تمام المعرفة أن الشيخ يعقوب كان في هذا المشهد يسدد ويقارب وقد فعل أقل كثيرا مما فعله عمار بن ياسر رضوان الله عليه حين اعتذر لرسول الله أنه سبه سب جناب الرسول الكريم وكفر بدعوته تحت التعذيب تحت تعذيب كفار قريش زي ما بيحصل اليومين بالظبط فقال له الرسول الرؤوف الرحيم إن عادوا فعد هذا هو الدين وهذا هو الإيمان الذي نعرفه وهذا هو رسولنا الكريم الرحيم الذي نأخذ منه الفاهم للنفس البشرية الذي يقول ما ينفع الناس ولا يدعي البطولة في غير محلها صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطئ الشيخ يعقوب بل قال ما يجب أن يقال في وجه قاض يعلم جيدا أنه نصب في هذا المكان لينصب له شركا يسقطه فيه فهل يسقط وهل يسجن ويعذب حتى نرضى عنه يا فضيلة الشيخ يعقوب أنا أعلم حرصك وحبك وأحسبك إن شاء الله تعالى من المخلصين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تاريخك الطوير ده في خدمة دين الله أرجو منك ألا تضيعه أنت الآن القرار بيدك لا بأيديهمهم القرار بيدك أنت أن تقضي على تاريخك كله وتصبح نسيا منسيا ولن تقوم لك قائمة بعد ذلك أبدا حتى أنت يا شيخ سلام عبد القوي حتى أنت يا صديقي حتى أنت هذه رسالة من الشيخ سلام عبد القوي إلى الشيخ محمد حسين يعقوب الله يرضى عنهم جميعا وقد كانوا زملاء في قناة الناس كانوا بيطلعوا مع بعض يدعوى إلى الله في قناة الناس هذه رسالة من الشيخ سلام عبد القوي القاطن في دولة تركيا آمنا مطمئنا على نفسه وماله وولده وزوجه وتلك الرسالة إلى هذا الشيخ الذي اقترب من السبعين من عمره خمسة وستين ونايف يطلب منه ويحذره بلطف ويقول له أن القرار بإيدك بإيدك أنت بيقول له كده أي قرار هذا يا شيخ سلامة نحن أيضا القرار بأيدينا إن كنا حقا صادقين في هذه النصيحة جميعا علينا أن نتوجه مع بعض كده بربطة المعلم إلى مصر إلى الشيخ يعقوب حيث هو فعلينا أن نفعل ما نأمره به كلنا نكون معا هناك وننفس كلام اللي كانوا بيقولوه السيسوية لو عايز تعارض انزل تعارض في مصر لو عايز تنصح انزل انصح في مصر مش كده ولا ايه يا عم الشيخ سلامة لو عايزين ننصح هذا الرجل ننزل نقف جنبه في محنته جميعا نزجا معه يحكم علينا جميعا بالإعدام معه أو نصمت ولا نوجه نصيحة في غير محلها هذا هو موقف الشيخ محمد حسين يعقوب وهذه شهادة حق أقولها لله ورسوله لعلي ألقى الله بها هذا الرجل حينما رأيناه للمرة الأولى كان وجهه جميلا على الشاشة وكان كلامه طيبا جميلا وكان مرققا للقلوب وكان يدعو إلى الله ورسوله ولم نرى منه شرا ولم نسمع أبدا أنه ينتمي إلى أي جماعة أو يدعو إلى أي جماعة تحاول أن تأخذ برقاب المسلمين الآمنين الشيخ محمد حسين يعقوب رجل يدعو إلى الله ولم يدعي أبدا أنه عالم فاتركوا لله الرجل يعني يعيش باقي حياته يقضي أو يقضي باقي حياته واتركوا حسابه على الله سبحانه وتعالى فما قدمه عند الله ثابت وهذا مجد عبدالله يحييكم ترند في كلمة أو كلمة في ترند كلمة في ترند